موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر أنيل نتعرف خلالها على أداء البرصة المصرية وأسواق المال العالمية وحركة الاقتصاد العالمي حيث تبين أداء مؤشرات البرصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم من إثنين وأسجل المؤشر الرئيس للبرصة المصرية إيجيك ثلاثين تراجعا بنسبة ثلاثة وستين من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى سبعة عشر ألف وثلاثمائة وخمس واربعين وتسعة من عشر نقطة بينما ارتفع مؤشر الأسم الصغيرة والمتوسطة إيجيك ثبعين بنسبة اثنين واربع من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى ثلاثة ألف واربعين وإحدى وستين وثلاث وعشرين من مئة نقطة كما شملت الارتفاعات مؤشر إيجيك سيمياء الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو واحد وثمانية وعشرين من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى خمسة ألف ومئة وثلاث عشر وواحد واربعين من مئة نقطة على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم فقد جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 21.14% وحل قطاع الاتصالات والإعلام ثانيا من حيث التداولات بنسبة 16.13% كما احتل قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 14.13% إذا وقد تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصندق الاستثمار العربية والأجنبية قبلت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصندق الاستثمار المحلية وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبرصة مستوى تريليون ومئة وتسعين وعشرين من ألف تريليون جنيه وسط تعاملات قلية بلغت نحو ثلاثة وخمسة من عشر مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو ثلاثة مليارات جنيه وفي منطقة الخليج العربي أغلقت معظم أسواق الأسهم مرتفع اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي للتحدي أي البنك المركزي الأمريكي سيوقف رفع أسعار الفائدة هذا الشهر كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن مع نويات المستثمرين وارتفع المؤشر السعودي ستة من عشر بالمية مع صعودي سهم عملاق النفط أرامك السعودية بنسبة واحد واثنين من عشر بالمية كما أغلق مؤشر دبي مرتفعا بنسبة واحد واربعة من عشر بالمية بعدما قفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي ستة واربعة من عشر بالمية وارتفع المؤشر القطري أربعة من عشر بالمية مع صعودي سهم مصرف قطر الإسلامية بنسبة واحد واربعة من عشر بالمية غير أن مؤشر أبو ظبي قد انخفض بنسبة ثلاثة من عشر بالمية وفي برصة وولستريت الأمريكية استهلت مؤشرات الأسهم تدولات اليوم الاثنين على تباين بعدما حققت ارتفاعات قوية في الإسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين فرص توقف مجلس الاحتياطي للتحادية عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسات وارتفع مؤشر داو جونس الصناعي بنسبة ثمانية وسبعة وثلاثين من مئة نقطة أو اثنين من مئة بالمئة ليصل إلى ثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وإحدى وسبعين وثلاث عشر من مئة نقطة وصعد مؤشر ستاندرد أنت بورز خمسمائة بواقع اثنين وستين من مئة نقطة أو واحد من عشر بالمئة ليصل إلى أربعة آلاف ومائتين واثنتين وثمانين وتسعين وتسعين من مئة نقطة بينما انخفض مؤشر نازدهك المجمع بنسبة 228 من 100 نقطة أو 2 من 100 بالمئة ليصل إلى 13238 من 100 نقطة وفي أوروبا فتحت أسواق الأسهم على استقرار اليوم بعدما أخفقت الأسواق في الاستفادة من الزخم الناتج عن مكاسب الأسبوع الماضي في حين تصدرت أسهم لندن المكاسب في المنطقة مدعومة بأداء متفائلة لشركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفطة واستقر المؤشر ستوك 600 الأوروبي عنده 462 و 466 من 100 نقطة بينما تصدر المؤشر في لندن المكاسب وصعد بنسبة 5 من 10 بالمئة وصعد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار النفط في آسيا أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستويات في 33 عاما اليوم إذ أدت المكاسب في بورسة وولستريت لزيادة الإقبال على المخاطرة في حين ظل المستثمرون يراهنون على الأسهم المحلية وسط توقعات بأن بنك الياباني المركزي سيحتفظ بسياسته شديدة التساهل وقفز المؤشر نيكي 2.2 من 10 بالمئة وارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.7 بالمئة للمزيد من المتابعة معي يا دكتور ماجد فتوح خبير أسواق المال دكتور ماجد مساء الخير مساء الخير محمد بيزا حضرتك في السنة ونطاق وحضرتك طاق نبدأ من البورسة المصرية والتباين الذي حدث اليوم كيف تقرأه؟ البورسة المصرية الفترة اللي فاتت فحالة من التفاول الكبير بجميع المؤشرات منها المؤشرات الخاصة بإيجاة 3070 وده سببه الرئيسي هو طبعا الخفاض قيمة الجديد الفترة اللي فاتت ووجود مستثمرين أجانب ومستثمرين عرب كتير تحكاله قيم مالية الفترة اللي فاتت مع اتقار سعر الصرف اللي موجود في مصر الفترة الحالية مع طبعا الخفاض قيم الأسهم وقيامها العدلة بشكل كبير جدا وطبعا القصة قصة به التروحات اللي تمت خلال خطة التروحات اللي موجودة قدت إلى تفاول وخضوصا بعد الظهور مجموعة من المسلمين الاستراتيجيين المتفايلين والعايدين يستحوذوا على حيثة من هذه الشركات زي صافي وزي بطنية وزي الشركات الأخرى خاصة طاقة طبعا وخبر الأخير الخاص به قيد لشركة الطاقة العربية في البورصة القصرية خلال السؤال القادم دي برضو قدت إلى نوع من أنواع التفاول في هذا الاستجاه ده بالنسبة للسوق المصري وطبعا نحن كنا بندي إشهادات كبيرة جدا بالقرارات اللي خدها دكتور ماجد حضرتك قلت لي بعض المعلومات الإيجابية زي الاستثمارات التي دخلت البورصة المصرية أو التي دخلت السوق المصري وهناك جذب لتلك الاستثمارات ولكن هناك بعض التباين وهناك بعض الانخفاضات وأيضا ارتفاعات لماذا هذا التذبذب في أسواق الصرف أو في أسواق المال بص هو دي صفقة تأيضة في جميع الأسواق في العالم ولكن الحقيقة إحنا لو بصنا على إدمال للأسهم خلال الفترة اللي فاتة دي جال 30 و70 هتلاقيهم من مثلا من أول السنة الغات المهاردة في ارتفاعات تزيد على 20 و30 في المال وده معناه أن أنت التذبذب ده بشيء طبيعي كل محدي بيحتلوا بروفت ولو نفاتها صغيرة بيعمل إلازل بروفت وبيؤدي إلى انخفاض الأسواق ولكن إجمالا الأسواق السوق المصري بتاعنا من يناير لغاية المهاردة صعد معدلات كبيرة جدا وده زي حيوة حضرتك بسبب انخفاض قيمة العملة وبنفس الوقت ظهور نتائج عمالك كثيرة جدا موجودة في السوق المصري هقاب أرباح كبيرة جدا مع توزيعات أرباح وتوزيعات أسهم مجانية وطبعا النظرة المتفائلة دي خلت هناك يعني شهوة كبيرة أو شهية كبيرة عند الشركات المقايدة في البورصة لزيارة رؤوس أموالها على حيث زود استثماراتها في هذا الاتجاه وخصوصا القطاعات طيب دكتور ماجد هناك بعض الأسئلة تدور حول سياسات البنك المركزي الأمريكي في الفترة المقبلة المؤشرات تقول أنه سيتم التوقف عن الارتفاع المستمر الذي شهدناه خلال الفترة الماضية في أسعار الفائدة وبالتالي جذب معظم البنوك المركزية في العالم كله لأن تضاعف أو ترفع أسعار الفائدة هناك بعض الأخبار بتقول أنه البنك المركزي الأمريكي سيتوقف عن هذا الرفع ما هي السيناريوهات المحتملة على الاقتصاد العالمي والبرصات العالمية في شأن ذلك طبعاً هو الخبر ده أول هو ليس سبب مثلاً هو الخصوص تضخم فيها الأسواق العالمية عموماً كنال الفترة اللي فاتت أدى إلى أنهم توقف عن ازيادة أسعار الفائدة وده اللي خل الأسواق العالمية كلها تكون عندها ارتفاعات ضخمة جداً خلال الفترة اللي فاتت وخلى أن تقريباً تقريباً الأسبوع اللي فاتت كله ارتفاعات كاملة حتى التذبذبات جهة بتكون يعني متبينة وضعيفة جداً لأن عدم ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى الدخول بحيطة كبيرة في أسواق المال في الفترة اللي فاتت ما ده أول سبب السبب الثاني تم استقصاءات كثيراً في الأسواق العالمية على حالات التفاول والتشاوم اللي موجودة في السوق يعني الاستقصاءات دي أظهرت حالة كبيرة من التفاول حيال الأسواق كلها وحيال شراء الأسهم وخصوصاً أن أسهم عالية المخاطر وبالتالي ده خلى أن الأسواق العالمية يبقى فيها إقبال كبير في هذا الاتجاه وخصوصاً بعد زمن تقضلت وقلت بعد توقف أو توقف البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي عن ديارة أطعال فاتح من الفترة الحاجة قادمة إن شاء الله طيب أستاذ دكتور ماجد خلينا بقى نروح للنفط والذهب الفترة المقبلة هل هناك فيه ارتفاع في أسعار النفط خاصة أنه النهاردة أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من دولار للبرميل هل هناك ارتفاعات في أسعار النفط وهل هذا سيؤثر على الأسواق العربية والأسواق الخليجية وأيضاً بالنسبة للذهب بالنسبة للنفط المبدئياً هو شيء طبيعي جداً أول ما ارتفع أسعار النفط يستفيد طائفتان الخليج العربي وكل شركات الطاقة في مصر وفي دول الخليج بشكل كامل دي نمرة واحد الحاجة الثانية إن أسعار النفط لما ترتفع أو أسواق العالمية لما ترتفع يتزامن معها ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الدهب وبالتالي فتوقعتنا خلال الفترة اللي جاي من خفاض أسعار الدهب وكل اللي كان بيلجأ إلى المنازل آمن ده معها يعني مع البال التوجه لأسواق المال أعتقد أن أسعار الدهب أتنخفض الفترة القادمة ببقية كتير في الأسواق العالمية وأعتقد ده برضو هيرفلكت على السوق المحلي للدهب في الفترة القادمة وقصوصا بعد الضربات المتوالية للسوء السوداء في العملة الصعبة من البنك المركزي ومن الإدارة المطرية في إدارة الملافق الخاصة في سعر الصرف فبالنسبة للدهب أعتقد أن هو هينخفض عالمياً وبالنسبة للنفط أعتقد أنه يكون فيه رتفاعات كثيرة في الأسهم اللي تشتغل في مجال الطاقة في مطر وفي الخليج ومع طبعاً تحصل كبير في الاقتصاديات الخليجية خلال الفترة القادمة مداخلة حضرتك يعني كلها تفاعل بشأن سواء البورسة المصرية أو أسعار النفط والدهب هل دخلين الفترة المقبلة على مرحلة من التعافي بعد الذي شاهدناه خلال السنتين الماضياتين؟ هو عموماً هو كلامي مش متفائل ولا حاجة هو كلامي خاص بمؤشرات حق القياحة حصلت على أرض الواقع والناس شافتها ولكن التفاول بتاعي هو خاص أننا بنناشط بعدنا أكثر من سنين طويلة أن القيم الخاصة بالأسهم في السوق المطري أقل من قيامها العدلة بكتير وطبعاً لما يكون في دولة بيخلق على طروحات خاصة بأكثر من اثنين وثلاثين شركة أكيد الشركات دي هتتبع بقيامها العدلة وأكيد مش هتتبع بها أقل من قيامها العدلة بكتير وبالتالي فالصالح العام للدولة أن يكون السوق بالقرب من قيم عدلة للأسهم بالقرب أو يزيد علشان يحصل حاجة سماية بسكاونت ريت على قيم العدلة للأسهم اللي هتنزل في الطرحات القادمة عشان نستقدر تستفيد من فلنسيات وتستطيع من أي طرحات تنزل خلال فتر القادم شكرا ماجد فتوح خبر أسواق المال بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة القيم أظهرت بيانات اليوم ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في إبريل مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك وقال مكتب الإحصاء للتحدي أن الصادرات الألمانية زادت بنسبة واحد واثنين من عشر بالمئة عن الشهر السابق وأضاف المكتب أن الصادرات إلى الصين قد قفزت بنسبة عشر وواحد من عشر بالمئة وانخفضت الواردات بنسبة واحد وسبعة من عشر بالمئة مقارنة مع مارسة مقابل توقعات المحللين بالتراجع بنسبة واحد بالمئة هبطت الليرة التوركية بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين لتسجل إحدى وعشرين ليرة للدولار الواحد في رد فعل أولي هش على تعيين محمد شمشاك الذي يحظى بتقدير كبير وزيرا للمالية في تركيا جرى تدول الليرة التركية عند واحد وعشرين وواحد من عشر مقابل الدولار في عسواق المال الأسيوية ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدن القياسية الذي سجلته أمام الدولار في الأسبوع الماضي والذي وصلت إلى واحد وعشرين فاصل ثمانية من عشر لكل دولار نهاية حلقة اليوم من مؤشرني الغدا بإذن الله حلقة جديدة وأخبار اقتصادية أخرى دمتم في أمن الله شكرا لكم اشتركوا في القناة